يمكن البازر أو الفلاح لما ذكر لنا المثل هنا قال لنا أن بعض بزاره سقطت على الطريق البعض سقط على الأرض المحجرة البعض سقط على الأشواك والبعض سقط فيه الأرض الجيدة ليعطي الصمر يمكن البازر أو الفلاح ده ما كانش يقصد بالتأكيد أن هو حاجة تقع منه على الطريق أو ما كانش يقصد أن هو يوقع على الشوك أو ما كانش يقصد أن هو يوقع في الأرض المحجرة بس السيد المسيح له كل المجد لما بييجي بيوصل كلمته لكل إنسان سواء الإنسان ده صالح أم طالح يمكن البازر ما كانش يقصد ينزل أو يسقط البزار على كل هذه الأنواع من الأراضي لكن السيد المسيح يقصد أن يوصل كلمته وبزرته إلى قلب كل إنسان يقول لك كده يشرق شمسه على الأبرار والأشرار والمطر بيسقط أيضا على الصالح والطالح يعني يا رب أنت تقصد أن كلمتك توصل لكل إنسان أيوة عشان لما تيجي في يوم الدينونة الرهيب يوم الدينونة المهوم ما يقباش في إنسان عنده حجة يا رب أنا ما كنتش أعرف يا رب أنا كلمتك كانت بعيدة عني لا أنت بلا عذر أيها الإنسان إن كان الزرع الأرضي بيسقط دون قصد أو دون إرادة لكن الفلاح السماوي السيد المسيح له كل المجد يقصد كل القصد أن تصل كلمته إلى كل إنسان إذا بنتكلم على العنصر الأول في وصول الإنسان إلى ملكوت السماوات والعنصر الأول اللي هو الفلاح فقد قضي الأمر أن هذا الفلاح يريد أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون